أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة بعد إزالكم من تنسوك تعمل واشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس وضعبون وعلاقيك عشان يوصل لكم الجديد ولا ينوفيكم بأسعار ومعيد القطارات من أسوان إلى سيد جابر 2023 ونبدأ موعدة وأسعار القطارات من أسوان إلى سيد جابر 2023 يسكن بأسوان وسيد جابر عدد كبير من سكان مصر والمسافة بينهما كبيرة نثبيا فهي تصل إلى 1084 كيلو مترا ويقع حي سيد جابر بمحوظة الإسكندرية وبه محطة للقطارات منفصلة تبعد عن محطة الإسكندرية مسافة تقرب من الخمس كيلو مترات ولذلك حدث رحلة واحدة من أسوان إلى سيد جابر تقلع يوميا في الثاعة الحالية عشر ونصف تقريبا وتلك الرحلة تستغرق 1014 دقيقة بقطار التربيني أيما عادل السبعة عشر ثاعة والجدول التالي يوضح لكم موعد المغادرة والوصول وأسعار تذاكرة دريتين الأولى والثانية رقم القطار 89 نوع القطار خدمة خاصة تربيني سعر الدرية الأولى 175 سعر الدرية الثانية 92 موعد الإقلاع ساعة 20 ونصف وموعد الوصول الساعة 13 و24 دقيقة ورقم المحطة 99 أهم المدنة التي يمر بها القطار يتجن القطار يوميا من محطة أسوان ليمر بعدها بأشهر محافظات الصعيد القديمة حيث يمر بطريقه محافظة الأخصر الشهيرة والتي يثبقها عدة مناطق تاريخية أثرية مثل كوم أمبو كوممبو وأدفو بعدها يمر القطار بمعظم محافظات الوجه القبلي مثل قنة وسهاج وأسيوت والمينيا وخلال سيره بينهم يمر أيضا ببعض المراكز والمدنة التابعة لمحافظات الصعيد مثل دشنة ونجح حمادي وجرجة وطهطة ومنفلوت ثم يمر القطار ساملوت وبنثويف والفيوم والعياط والبدرشين والحميدية ويتابع القطار طريقه ليصل إلى محافظة الجيزة ومن بعدها محافظة القهرة ومنها ينطلق القطار مكملا رحلته مارا بالمدن الرئيسية لمحافظة الغربية مثل طنطة وكفر الزيات وكفر الدوار لينتهي بعدها القطار رحلته وصوله لمحطة سيدي جابر وبهذا قد أوفرناكم بأسعار ومعيد القطارات من أسوان إلى سيدي جابر في مصر 2013 لا تنسوا الاشتراك في قناة وتفيد الرجال والله عليكم ورحمته وبركاته